مع استمرار الحرب على غزة والخطر الذي يحدق بالمسيحيين هناك وجه غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا بطريارك القدس للاتين رسالة لأبنائه في غزة عبر فيها عن تأثره بما يعيشونه في ظل هذه الظروف العصيبة وقال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدروا أن يقتلوها وأضاف أنا معكم بمعاناتكم وآلامكم وأكرس كل وقت للصلاة لأجلكم وللتحاور مع المسؤولين لوضع حد لهذا الظرف في أقرب وقت ممكن ولدعمكم أيضا بقدر استطاعتنا وأضاف غبطته في رسالته كل المسيحيين في العالم هم معكم يصلون من أجلكم ويدعمونكم وختم قائلا الله معكم ونحن معكم فكونوا أقوياء وأثق تماما أننا سنصلي معا في غزة بفرح وسلام